السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم اخواني اشرح لكم طريقي بسيطة جدا في جهاز الايفون لتدوير الفيديو البعض يصور فيديو معكوس وما يقدر يعني يدور الفيديو بالشكل المناسبة والشكل اللي به الطريقي بسيطة جدا بس قبل العبد بالشرح اتمنى منكم منضغط على اشتراك ودعمي بالقناة هذا الفيديو اللي انا بيدوره يعني ابي عدله زي ما انتم شايفين هذا جاي بالطول انا ابغى اخليه بالعرضة وخليه معكوس على راحتي انا نروح للتطبيق هذا طبعا هذا التطبيق اساسي في جهزة الايفون اللي حاثفة ينزل من ابل استور من جديد ندخل على هذا التطبيق يجينا بالشكل هذا نضغط نخليه على المشاريع من هنا ونضغط على انشاء مشروع بعد كذا يطلع لك خياري من هنا نضغط على الخيار الاول فيلم وبعد كذا تطلع لك الفيديوهات والصور اللي عندك في الجهاز نحدد الفيديو اللي نبيه انا بغى احدد الفيديو هذا بعد ما احدد الفيديو نضغط على من تحت من هنا نضغط على انشاء فيلم يطلع لي بالشكل هذا انا لما اشغل الفيديو من هنا يطلع لي بالشكل بالطول يعني انا بغى اخليه بالعرض كل اللي عليك تسويه انك بيدك اصبعين كذا يعني اصبع هنا واصبع هنا وتفر يدك يعني اتخلي الفيديو بالعكس الحين صار معي بالعرض انا اقدر رجع زي ما كان اخليه كذا او اخليه كذا زي ما ابي انا لما نشغل الفيديو زي ما انتم شايفين عادي قبل معي بعد كذا نضغط على تم من هنا وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات تحت نضغط على السهم اللي بين نصنا وتطلع لي مجموعة خيارات من ضمنها حفظ الفيديو نضغط على حفظ الفيديو وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات يعني دقة الفيديو يعني شنو تبقيها متوسطة بسطة كبيرة دقة عالية دقة عالية جدا يلي الف ثمانين. انا افضل انكم تخلونها على دقة دقة عالية سبعمية وعشرين. بعد كده يتحمل من هنا. ننتظر لما يخلص. الحمد لله خلص نضغط على موافق. الان نروح للاستيديو. او الصور زي ما انتم شايفين كان بالطول والحين بالارض. الطريقة بسيطة جدا. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء. انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة اوفمان الله.